هذه هي الحلقة الحادية والعشرون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى رسالة من الأخ العزيز أبو زهراء من البصرة من العراق والسؤال عن الدية الشرعية للقتل إنه القتل الخطئي والقتل شبه العمدي وركزت الكلام على دية القتل الخطئي لأن السؤال يدور حول هذا العنوان وشق ثاني في السؤال عن الدية التي فرضها السستاني في فتاواه وشيعة العراق يعملون وفقا لهذه الفتوى السائل يسأل عن دية القتل الخطئي بحسب دين العترة الطاهرة وما هو الموقف الشرعي من الدية التي فرضها السستاني الحلقة انتهى وقتها ولم يكتم الكلام سأحاول أن أكمل الحديث في هذه الحلقة في البداية سنذهب إلى الموقع الألكتروني الرسمي للسستاني حيث نطلع على ما أفتى به بهذا الخصوص رجاء أن أدخلوا بنا إلى الموقع الألكتروني الرسمي للسستاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا هو الموقع الألكتروني الرسمي للسستاني وضعنا خطا أحمر وخطا أزرق حول الموضوع الذي أتحدث عنه يكفي في دية الإنسان الذكر قيمة خمستالاف وميتين وخمسين مثقالا من الفضة وفي الأنثى نصف ذلك فهو قد جعل الفضة يعني الدراهم الفضية أساسا لحساب الدية وبينت لكم من أن الفضة قد خرجت من بورصة حساب الدية الشرعية خمستالاف وميتين وخمسين مثقال فضة قطعا السعر يختلف ما ذكرته لكم من أن الدية ستة وعشرين مليون وميتين وخمسين ألف دينار عراقي إذا كانت حادثة القتل قد وقعت في غير الأشهر الحرم وإذا كانت قد وقعت في الأشهر الحرم فإن الدية بحسب السستاني خمسة وثلاثين مليون دينار عراقي هذا على فرض أن مثقال الفضة الواحد بقيمة خمسة آلاف دينار عراقي على هذا الفرض يمكن أن يزداد ويمكن أن ينقص لكنه بنحو عام في أغلب الأوقات حتى في أوقاتنا هذه بهذه الحدود إذن المقدار الثابت بالفضة هو هذا خمسة آلاف وميتين وخمسين مثقال فضة وهي تساوي عشرة آلاف درهم فضي بحسب ما هو متعارف في الأجواء الشرعية وفي الأجواء السوقية التجارية إذن هذه دية الإنسان الذكر حينما تكون الواقعة قد حدثت في الأشهر غير الحرم خمسة آلاف ميتين وخمسين مثقال من الفضة وهي تساوي عشرة آلاف درهم وهذا الرقم وهذه المادة ذكرت في الروايات لكن الروايات والأحاديث التي مرت علينا لم تأمرنا أن نتعبد بالمواد التي ذكرت علينا أن نتعبد بالقيمة وليس بالمواد نحن مأمورون أن نراعي القيمة وقد قرأت مجموعة من الروايات عليكم وسأقرأ مجموعة أخرى أيضا أما الذي كان في المربع الأزرق أيضا ويكفي في دية قتل الخطأ خمسة آلاف وميتين وخمسين مثقالا من الفضة ونصفها في الأنثى الكلام هو هو وكان واضحا خمسة آلاف ميتين وخمسين مثقال من الفضة تساوي عشرة آلاف درهم من الفضة هذا كان في الزمن القديم حينما كانت الفضة فعلا لها قيمة بحيث أن الدينار الذهبي يساوي عشرة دراهم في زماننا الآن الدينار الذهبي يساوي 140 درهم فضيا فسعر الفضة بالقياس للسابق صار تحت الصفر ناقص 13 ويمكن أن يكون أكثر من ذلك إنما أتحدث عن هذه الأيام يمكن أن تنزل النسبة إلى أكثر من ناقص 13 تحت الصفر وبهذا قد خرجت من بورصة الدية الشرعية مثلما خرجت الحلل اليمانية في زماننا الحلل اليمانية صارت صارت توضع في المتاحف في متاحف الألبسة لا أحد يستعملها في زماننا فبهذا خرجت الحلل اليمانية من بورصة الدية الشرعية وكذلك الدراهم الفضية فلا يصح أن تحسب الدية الشرعية وفقا للحلل اليمانية أو وفقا للدراهم الفضية لأنها لا تعطي قيمة الدية الشرعية التي يريدها الشارع الفقرات الأخرى تتوفر فيها هذه القيمة الذهب الأباعر الأبقار والأغنام وقد عرضت لكم أسعار اليوم في العراق لأن السؤال من العراق وشاهدتم من أن قيمة تلك الفقرات متقاربة متساوية فوصلنا إلى هذه النتيجة من أن الدية تساوي أربعة مئة مليون دينار عراقي نشاهد ونستمع إلى متحدث سيستاني إلى أخضير المدني في العتبة الحسينية يتحدث عن الموضوع نفسه سيد رياض من بغداد يقول ما مقدار دية القتل عند سماحة السيد السستاني دام ظل دام ظل يكفي في دية القتل يكفي أنه الجاني يدفع خمسة آلاف ومئتين وخمسين مثقال فضة يكفي قتل الخطأ طبعا بالنسبة القتل العمدي قصاص به القتل الخطأ مثلا حوادث ما للسيارات هذا قتل خطأ أو مثلا مناسبات فاتحة عريس يرمون إطلاقات بالخطأ يقتل شخص آخر هذا قتل خطأ القتل الخطأ يكفي أنه القاتل ماذا يدفع يدفع خمسة آلاف ومئتين وخمسين مثقال فضة إذا يريد بالدينار العراقي يروح يسأل على سعر مثقال الفضة شكرا لو مثقال الفضة بثلاثة آلاف دينار عراقي عليه يضرب خمسة آلاف ومئتين وخمسين مثقال فضة في ثلاثة آلاف دينار عراقي راح تطلع قيمة الدية بالدينار العراقي وشرقية أيضا تحدثت عن الموضوع في وقت صدور أجوبة أجوبة وفتاوى من السستاني مرجع الدينية على السيد علي السستاني بعدم جواز أخذ ديته من القاتل في حال متابعة ذويه للجريمة قانونيا وعشائريا فضلا عن بيان رأيه في عدد من القضايا مثار الخلاف مقدمة أو من جميع من جميع ابناء العشار كما أفتى السيد السستاني في معرض رده على رسالة مواجهة إلى مكتبه بدفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقال من الفضة لذوي القتل في حالات القتل بالحوادث المرورية التي تختلف أسبابها كما تمنع الفتوى توريط العشرة في معاملات تجارية ومالية بذمة أحد المطلوبين عشائريا مشيرة إلى عدم جواز دفع تلك المبالغ من أموالهم الخاصة وأدعى السيد السستاني للتصالح في حالات الموت جراء الحوادث المرورية باعتبار ذلك الأحوط وجوبا رجاء أعرض لنا صورة الأجوبة التي عرضتها قناة الشرقية أعرض لنا صورة الفتاوى والأجوبة هذه صورة الفتاوى والأجوبة الشرعية التي عرضتها قناة الشرقية السؤال الخامس ميز لنا السؤال الخامس باللون الأحمر هذا هو السؤال الخامس أقرأه عليكم ما هو مقدار دية القتل بسبب الحوادث التي تختلف أسبابها ومناشئها الجواب الخامس يجزي فيها خمسة آلاف ومئتان وخمسون مثقالا من الفضة وهناك التاريخ عشرون شعبان ألف أربعمية وثمانية وثلاثين هجري قمري نحن الآن في سنة ألف أربعمية وخمسة وأربعين هجري قمري وهناك ختم مكتبي السيستاني أعتقد أن الأمر بات واضحا وواضحا جدا السيستاني جعل الفضة أساسا لحساب دية المقتول خمستالاف ومئتان وخمسين مثقال من الفضة إذا ما ضربناها برقم اثنين يخرج عندنا المقدار الذي تقارب قيمته من عشرة آلاف درهم فضة تقريبا مثقال الفضة يتراوح ما بين أربع فاصل خمسة إلى أربع فاصل ستة غرام والدرهم الفضي الشرعي تتراوح تتراوح قيمته ما بين اثنين فاصل أربعة إلى اثنين فاصل خمسة غرام إذا أخذنا هذه الأرقام بنظر الاعتبار فإننا سنحصل على عشرة آلاف درهم فضة قطعاً الفضة يختلف سعرها من وقت إلى آخر وربما من مكان إلى آخر فبحسب الزمان والمكان الذي يدفع القاتل أدية يحسب قيمة الدراهم الفضية هذا بحسب السيستاني هناك أمر معروف وشائع يتردد على الألسنة الآخندية في الدروس الحوزوية فيقولون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وهذا هو الذي قد تحقق في الفتوى السيستانية فهو قاصد لأي شيء هو قاصد لتعيين الدية الشرعية والقاتل حينما يدفع المال يدفع مال الدية الشرعية لكن الذي قصده السيستاني والذي قصده القاتل لم يقع فهذه ما هي بدية شرعية والذي وقع على الأرض هو غير المقصود فما قصد وهي الدية لم تقع وما وقع من دفع الأموال لم يقصد فإن الدية الشرعية لابد أن تدفع بقيمة الذهب أو الأباعر أو الأبقار أو الأغنام أما الحلل اليمانية فقد خرجت وأما الدراهم الفضية فقد خرجت هي الأخرى أيضا هذا يكشف عن عدم قدرة السيستاني على فهم النصوص المعصومية بحسب ما يريدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مرت علينا الروايات وسأقرأ عليكم من الروايات ما أقرأ نذهب إلى فاصل عرضت بين أيديكم نماذج من الأحاديث المعصومية التي وردت بهذا الخصوص في الحلقة الماضية هذه الكتب التي بين يدي الكافي الفقيه التهذيب الاستبصار فقد قرأت عليكم من كل هذه الكتب الحوزويون يعرفون المقصد من هذا هذه هي المصادر الحديثية التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية هذه هذه كتبنا الأصلية التي نأخذ أحكام الدين منها الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة التهذيب والاستبصار للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وقد اخترت نماذج من الأحاديث المعصومية التي تتفق على حقيقة واحدة من أن الدية يجب علينا أن نراعي فيها القيمة هناك قيمة النظر في تلك الروايات يكون منصبا على القيمة وليس على المفردات هناك قيمة وهذه القيمة لا بد أن تبقى ثابتة حينما أقول لا بد أن تبقى ثابتة ليس هناك من ثبات قطعي في القيم الاقتصادية لكنها تبقى ثابتة بنحو تقريبي بما يكون مناسبا لسد الخلل الذي يكون قد وقع للأسرة التي قتل منها ذلك القتيل أكان متزوجا أم لم يكن متزوجا إذن هذه أهم مصادرنا من هنا نأخذ أحكام الدين فهذه هي الكتب الأربعة الكافي الفقيه التهذيب والاستبصار وهذا مصدر آخر وهذا المصدر يكرر الأحاديث والروايات التي مرت إنه وسائل الشيعة للحر العامل المتوفى سنة ألف مية وأربعة للهجرة وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة إنه الجزء التاسع والعشرون بحسب هذه الطبعة وسائل الشيعة جامع حديثي يجمع أحاديث الكتب الأربعة ويضيف إليها شيئا آخر من الصفحة الثالثة والتسعين بعد المئة تبدأ الأحاديث متسلسلة إلى صفحة مية وثمانية وتسعين الأحاديث هي هي التي مرت علينا أقرأ منها على سبيل المثال ما جاء في الصفحة الخامسة والتسعين بعد المئة إنه الحديث الرابع والذي رواه جميل ابن دراج عن الأئمة صلوات الله عليه في مقدار الدية قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبلي الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر هناك نظر إلى أمرين الأمر الأول ما هو المتوفر من هذه المواد لتسهيل الأمر في حل هذه المشكلة فإذا كانت الواقعة على سبيل المثال قد حدثت في مكان البضاعة المتوفرة الحلل اليمانية فإن حساب الدية يكون على هذا الأساس هذا كان موجودا في الأزمنة القديمة وإذا كانت الحادثة وقعت في البادية عند البدو فإن الدية تحسب بحسب الأباعر بحسب الإبل وإذا وقعت في القرى عند المزارعين والفلاحين فإن الدية تحسب بحساب الأبقار أو الأغنام بحسب ما هو متوفر في تلك الأمكن في المدن وفي المناطق الحضرية فإن الحساب يكون بحسب الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية لا يعني أن الأمر يكون واجبا هكذا يمكن أن تدفع الدنانير الذهبية في مناطق البدو ويمكن أن تدفع الأباعر في المناطق الحضرية لكن الأحاديث تريد أن تسهل الأمر لأن السوق يبتني على قضية العرض وطلب ووفقا لهذا تتحدد القيمة الأباعر قيمتها تكون واضحة في البادية والأبقار والأغنام عند سكان القرى عند الفلاحين والمزارعين وهكذا الكلام ناظر إلى أمرين الأمر الأول لتسهيل المشكلة على القاتل وعلى أولياء القتيل والأمر الثاني النظر إلى القيمة فإن القيمة تتشخص في البادية بخصوص الإبل وفي القرى عند المزارعين والفلاحين تتشخص القيمة بخصوص الأبقار والأغنام وهكذا النظر إلى القيمة وليس إلى عنوين هذه المواد ومن هنا فإن الحللة اليمانية خرجت وكذلك الدراهم الفضية فحينما يأتي السيستاني ويشخص الدية الشرعية وفقا لمادة خرجت من برصة الدية الشرعية إنه يعبث بأمر لا علاقة له بالدين ويأتينا بأمر ليس منظورا في فقه العترة الطاهرة الأئمة حينما شرعوا هذا الشرع لم يريد منا أن ننظر إلى المواد التي ذكرت وإنما يريدون منا أن ننظر إلى القيمة التي تمثل قيمة للدم الذي هدر أكان قتلا خطائيا أم كان قتلا شبه عمدي وبقية الأحاديث في المضمون نفسه جامع آخر من الجوامع الحديثية الشرعية مستدرك الوسائل وهو مستدرك على وسائل الشيعة للمحدث النوري المحدث النوري توفي سنة 1320 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة إنه الجزء الثامنة عشر صفحة 295 وما بعدها أبواب ديات النفس الباب الأول نقل عن دعائم الإسلام ودعائم الإسلام ما هو من كتبنا الشيعية الإثني عشرية إنه من كتب الإسماعيليين لكنه يجتمل على كثير من أحاديث أئمتنا ومن أحاديث إمامنا الباقر والصادق صلوات الله عليهما قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه وديته على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق الفضة عشرة آلاف درهم وعلى أهل البعير مئة بعير قيمة كل بعير عشرة دنانير تلاحظون أن النظر إلى القيمة وليس إلى عنوان المادة بما هي هي ودية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البعير مئة بعير قيمة كل بعير عشرة دنانير وعلى أهل البقر مئة بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير وعلى أهل الغنم ألف شات الذي نعرفه ألف شات ولكن الكلام هنا يبدو عن أغنام صغيرة لأن قيمة الشات دينار هذا هو الذي نعرفه وعلى أهل الغنم ألف شات قيمة كل شات نصف دينار هذا بحسب الذي يتوفر لديهم وإذا كانت الرواية هكذا في أصلها ولم تكن قد صحفت أو حرفت لكن النتيجة واحدة فهذا يؤكد بنحو أكثر من أن الأرقام والعناوين ليست مهمة المهم هو القيمة وعلى أهل الغنم ألف شات قيمة كل شات نصف دينار وعلى أهل البز المراد من البز القماش يقال له بزاز وعلى أهل البز مئة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير وورد في روايات أخرى حلتان وقيمة كل حلة ستكون خمسة دنانير تلاحظون أن المراد القيمة 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 حتى الأعداد والعناوين ليست مهمة إنها القيمة السوقية هذه دية الرجل الحر المسلم هذا ما جاء في مستدرك الوسائل نقلا عن دعائم الإسلام جامع أحاديث الشيعة وهو جامع حديثي أوسع من الجامعين المتقدمين هذا الجامع ألفه إسماعيل المعزي بإشراف في بداية الأمر من المرجع إحسين البروجردي هذا هو الجزء الحادي والثلاثون من جامع أحاديث الشيعة صفحة ثلاثمية وخمسة وعشرين تبدأ أحاديث الموضوع الذي نحن بصدده وتنتهي وتنتهي صفحة ثلاثمية أو ستة وثلاثين وما بعد هذه الأحاديث تأتي أحاديث القتل في الأشهر الحرم وتلك الأحاديث متعلقة بالموضوع نفسه والروايات هي هي التي قرأتها عليكم من الكتب المتقدمة الحوزويون يعرفون جيدا من أنه لا يوجد كتاب آخر هذه هي الكتب الأصلية والأساسية التي نستخرج منها أحاديث العترة الطاهرة في مجال استنباط الأحكام الشرعية هذه الكتب الأربعة الكتب الأصول الكافي الفقيه التهذيب الاستبصار ولا يوجد كتاب خامس وهذه الجوامع الثلاثة المعروفة الوسائل مستدرك الوسائل وجامع أحاديث الشيعة يمكن أن يقال من أن كتاب الوافي يكون في هذا السياق وكتاب الوافي الأحاديث الموجودة هنا موجودة فيه ما جئت به لأن كتاب الوافي له خصوصيته فهو كتاب شرح للأحاديث أما هذه الكتب فهي جوامع للأحاديث هذه الكتب هي كل الكتب في المكتبة الشيعية التي تجمع أحاديث الموضوع كل الأحاديث تشير إلى الحقيقة نفسها التي شرحتها وبينتها لكم وهذه كتب أخرى هذه كتب أخرى يمكننا أن نضعها إلى جانب هذه الكتب الفقه الرضوي الفقه الرضوي هذا كتاب مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه قطعا تعرض إلى تحريف وتصحيف لكنه بالإجمال يمثل رسالة عملية هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 234 ودية في النفس ألف دينار أو عشرة ألف درهم يفترض أو عشرة آلاف درهم تحريف تصحيف أو مئة من الإبل على حسب أهل الدية إن كانوا من أهل العين من أهل العين يعني من أهل الذهب العين عنوان للذهب إن كانوا من أهل العين ألف دينار وإن كانوا من أهل الورق من الفضة فعشرة ألف درهم فعشرة آلاف درهم وإن كانوا من أهل الإبل فمئة من الإبل النظر إلى القيمة النظر إلى القيمة فإن قيمة الإبل تكون واضحة عند أهل الإبل وقيمة الفضة تكون واضحة عند أهلها وهكذا الذهب وهكذا سائر العناوين هذه المقنعة الرسالة العملية الرسمية الشرعية الأولى في التأريخ الشيعي لا يعني أنه لا توجد رسائل عملية قبلها لكنها الرسالة العملية الأشهر إنها الرسالة العملية للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة هذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 735 وهو يتحدث عن أحكام الدية فهي 100 من مسان الإبل من مسان الإبل يعني من الأباعر الكبيرة من الإبل الكبيرة فهي 100 من مسان الإبل إن كان القاتل من أصحاب الإبل أو ألف من الغنم إن كان من أصحاب الغنم أو 100 بقرة إن كان من أصحاب البقر أو 100 حلة إن كان من أصحاب الحلل أو ألف دينار إن كان من أصحاب العين من أصحاب الذهب أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب الورق من أصحاب الفضة الكلام هو هو النظر إلى القيمة وليس النظر إلى عنوين المواد التي ذكرت هذا كتاب الإختصاص للمفيد أيضا فيه رواية مهمة وواضحة جدا هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 254 رواية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها بسنده بسند المفيد عن الحكم ابن عتيبة قال قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه الرواية فيها تفصيل إلى أن يقول الحكم ابن عتيبة إن الديات إنما كان تؤخذ قبل اليوم قبل اليوم في زمن الباقر يتحدث عن زمان الباقر إن الديات إنما كان تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم فقال إمامنا الباقر إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام وكثر الورق في الناس كثرت الفضة وكثر استعمال الدراهم الفضية فلما ظهر الإسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على الورق الحكم يقول فقلت له يقول للباقر أرأيت من كان من أهل البوادي من الذي يؤخذ منه في الدية الإبل أو ورق فقال الإمام الباقر الإبل اليوم مثل الورق نظر الإمام إلى القيمة تلاحظون أن النظر إلى القيمة وليس إلى نوع المادة فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية لأن قيمتها واضحة معلومة في السوق هذا هو المراد بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مئة من الأبل يحسب لكل بعير مئة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له فما أسنان المئة البعير إلى آخره الرواية تستمر فيها تفصيل لكن موطن الحاجة هو هذا تلاحظون أن الإمام الباقر يركز على القيمة على القيمة فهناك قيمة لا بد أن تكون مأخوذة بنظر الاعتبار في تعيين مقدار الدية وهذا ما ليس موجودا في فتوى السيستاني فهذه ما هي بدية شرعية مشكلة كبيرة مسؤولية في أعناقكم أنتم الذين دائما تتدخلون في نزاعات القتل الخطأي والقتل الشبه العمدي تقولون للناس من أن الدين يقول هذا هذا ما هو بقول دين العترة إلا إذا كنتم تعملون بدين السيستاني فدين السيستاني ما هو بدين العترة هذا هو دين العترة بحار الأنوار للمجلس الجامع الحديثي المعروف وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي المجلد الحادي بعد المئة هذا جزء مية واحد من صفحة أربعمية وستة تبدأ روايات الدية وتستمر الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من الاختصاص موجودة هنا صفحة أربعمية وإهدعش نقلها عن كتاب الاختصاص هي هي الكلام هو هو في كل هذه المصادر هذه المصادر بين أيديكم الكافي الفقيه التهذيب الاستبصار هذه الأصول الأصلية وهذه الجوامع الأصلية الوسائل المستدرك وجامع الأحاديث الشيعية وهذه كتب أضفتها إلى هذه الكتب الفقه الرضوي رسالة عملية تعرضت للتحريف والتصحيف مروية عن إمامنا الرضا المقنعة الرسالة العملية الشرعية الرسمية لأشهر مرجعية شيعية للمفيد المتوفى سنة أربعمية وثلاثة عشر للهجرة كتاب الاختصاص أيضا له وهذا الجزء الحادي بعد المئة من بحار الأنوار هل تريدون كتبا أكثر من هذا بإمكاني أن آتيكم لكن كل الكتب التي اجتملت على أحاديث العترة الطاهرة بشأن هذا الموضوع لن تخرج عن الذي بيّنته لكم كل الأحاديث تركز النظر على القيمة وليس على عنوين المواد التي ذكرت بل إن الأحاديث اختلفت في الأعداد وحينما اختلفت في الأعداد رجعت إلى القيمة نفسها مر علينا في رواية من أن عدد الأغنام ألفان لكن الحساب كان لكل رأس نصف دينار لكل رأس نصف دينار بينما حينما يكون العدد ألفا من الأغنام فإن الحساب يكون لكل رأس دينار دينار ذهب والدينار بحسب الروايات يحسب بعشرة دراهم فضة في زماننا صار الدينار الذهبي يساوي 140 من الدراهم الفضية فهذا فهذا يسقط الفضة من بورصة الدية فحينما يكون الحساب على أساسها فلا هي بدية شرعية ولا حتى يمكننا أن نقول أن مسمى الدية قد تحقق فيها فمسمى الدية يتحقق حينما يكون النظر إلى القيمة لأن الأحاديث كلها تحدثنا عن القيمة وليس عن العناوين والمفردات من البضائع والمواد التي ذكرت في تلك الروايات نذهب إلى فاصل أقول للمعممين أقول للمبلغين أقول لطلاب الحوزة في النجف وكربلاء قد لا يدرك عوام الشيعة خطورة الموقف لكنكم تدركون خطورة الموقف هذا الموقف يكشف عن أمرين الأمر الأول إنسان قتل وهذا حقه ولا يستطيع أن يخرج من قبره كي يطالب بحقه هناك أوليائه هناك عائلته وفي أكثر الأحيان هناك امرأة ترملت وهناك أطفال يتم هؤلاء هؤلاء بحاجة إلى هذا المال دين العترة شرع الدية الأحاديث في فقهها الصحيح نظرت نظرت إلى القيمة وليس إلى عنوين المواد التي ذكرت إلى المفردات والقيمة التي تحدثت عنها الروايات هي قيمة عالية نسبيا قطعا قيمة الإنسان أعلى وأعلى من هذا لكن هذا الذي يمكن أن يدفع بحسب قدرة الإنسان وطاقته ودين العترة قطعا يأخذ كل هذه الأمور بالاعتبار فدين علي يحدد الدية وهذه الروايات والأحاديث أنا لا أحدثكم عن رواية واحدة قد تشككون فيها أنا أحدثكم عن كم هائل من الأحاديث والروايات وعن كم هائل من الكتب والمصادر وهذه الشواهد بين أيديكم فيأتي مرجع النجف لأنه لا يدرك فقه العترة كي يضع تحديدا للدية أنتم لماذا تشتركون في هذه الجريمة أولا تكذبون حيث تقولون من أن الدين يقول إن الدية كذا وكذا بحسب ما يقول السيستاني وهذا كذب الدين لا يقول هذا إنكم تفترون على العترة الطاهرة تفترون على محمد وآل محمد حينما تقولون من أن الدين يقول هكذا بحسب ما يقول السيستاني هذا كذب وافتراء هذا أولا ثانيا إنكم تضللون الناس تجعلون الناس يقدسون المراجع وهم ليسوا أهلا للتقديس المرجع الذي يفتي بهذه الطريقة ليس أهلا للإحترام ليس أهلا للإحترام العالم العالم الذي يفتي وفقا لمنهج العترة الطاهرة يستحق الإحترام أما التقديس فهو للمعصوم أنتم تعلمون الشيعة أن يقدس أناسا لا يعرفون دين العترة وتكذبون عليهم بأنهم نواب صاحب الزمان لماذا تفعلون هذا ما الذي تنتفعونه السيستاني ليس قادرا أن ينفعكم لأنه ليس قادرا أن ينفع نفسه وأنا وهو وأنتم نقرأ في الأدعية من أننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لن ينفعكم السيستاني لا في الدنيا ولا في الآخرة صحيح أنكم تستلمون راتبا حوزويا بإمكانكم أن تستلموا الراتبة ومع احترامات لكم واتقعدون وتنشبون من دون أن تضلل الناس ومن دون أن تنشروا هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات على دين العترة الطاهرة رجل جاهل يجهل بفقه العترة الطاهرة لماذا تطبلون لجهله لماذا تغررون بالناس لماذا تضحكون على الناس كي يقدس إنسانا جاهلا الأمر الثاني القضية قضية جهله بدين العترة الطاهرة ليست منحصرة بهذا الموضوع لقد تحدثت كثيرا عن جهله بدين العترة الطاهرة فتاواه في مسألة بيع الدولار بالدينار فتاواه في مسألة التلقيح الصناعي فتاواه في مسألة بطلان الصلاة الواجبة بذكر بذكر علي في التشهد الوسط والأخير إلى قائمة طويلة من الفتاوى التي تتناقض مع دين العترة الطاهرة فلماذا تفعلون هذا بأنفسكم وبإمكانكم بإمكانكم أن تعملوا بالتقية على الأقل وإن كانت التقية لا يصح العمل بها في مثل هذه الأحوال لأنكم تستطيعون أن تصرحوا بالحق لكنكم جبناء لكنكم عباد لبطونكم وعباد لفروجكم وعباد لللقمة وعباد للدينار والدرهم هذا هو واقع أصحاب العمائم ماذا تقولون وهذه الحقائق واضحة بين أيديكم ما هو الفارق فيما بينكم وبين أعداء أمير المؤمنين أقرأ عليكم هذا هو الكافي إنني لا أقرأ عليكم من كتب القطبيين مثل ما تفعلون أنتم ويفعل أساتذتكم إنني لا أقرأ عليكم من كتب النواصب مثل ما تفعلون أنتم وتضحكون على الناس ومثل ما يفعل مراجعكم ويضحكون عليكم إنني أقرأ عليكم من كتب العترة الطاهرة الجزء الثامن من الكافي الشريف وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان الحديث الحادي والعشرون حديث طويل جاء فيه أن أمير المؤمنين ألقى خطبة في خواصه في الصفحة السادسة والخمسين ثم أقبل بوجهه أمير المؤمنين وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال قد عملت الولاة قبل من هم الولاة قبل أمير المؤمنين أبو بكر عمر وعثمان هؤلاء هم الولاة من قبله قد عملت الولاة قبل أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ولهذا السبب في الشورى العمرية حينما قالوا لعلي نبايعك خليفة بشرط أن تعمل بسيرة أبي بكر وعمر رفض البيعة كلها لأنه يرى أن أبا بكر وعمر مهكانا على دين رسول الله وهذا هو الذي يصرح به هنا قد عملت الولاة قبل أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعة الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله لأن عمر قد غيره وهذا مذكور في كتب التعريق أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ورددت فدك إلى ورثة فاطمة ورددت صاع رسول الله كما كان لقد غيروا في المقادير والأوزان والخطبة طويلة إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة لأنهم كانوا يصلون التراويح في مسجد الكوفة إنها بدعة عمر أمير المؤمنين نهاهم عن ذلك فرفعوا أصواتهم وسنة عمراء وسنة عمراء حالكم الآن بالضبط هو هذا هذه الحقائق ولكنكم ستقولون وسنة سيستانياء أذى وعالكم أنا أضحك عليكم أنا لا أبالي بكم أنتم مسخرة أنتم مسخرة بتمام معنى الكلمة مضحكة أنتم شيخ العشائر أصحاب العمائم هؤلاء الذين يجدون لأنفسهم منزلة دينية اجتماعية ويتدخلون في مثل هذه الأمور هم شركاء في هذه الجريمة شركاء في الافتراء على علي وآل علي في أن دينهم هكذا هذا ما هو بدين علي وآل علي وليس الأمر منحصرا بهذه المسألة الرسائل العملية أكثرها تخالف دين علي وآل علي الدليل هذه الأحاديث فالرسائل العملية تخالف أحاديث العترة الطاهرة سيتضح ذلك لكم حينما أبين لكم فتاوى دين العترة الطاهرة في البرنامج الذي وعدتكم إياه الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة في قادم الأيام إذا جرت الأمور بأسبابها والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة التراويح بدعة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة عمر هو الذي يقول هذا صحيح البخاري هذا صحيح البخاري البخاري الذي توفي سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى الفين واربع ميلادي كتاب الصلاة التراويح صفحة ثلاثمية وسبعة وأربع إنه الكتاب الحادي والثلاثون من كتب صحيح البخاري الباب الأول باب فضل من قام رمضان رقم الحديث 2010 بسنده بسند البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهد فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه هذه بدعة عمر إنني أقرأ عليكم من البخاري عمر هو الذي يصف صلاة التراويح التي شرعها جماعة يصفها بأنها بدعة هذا قول عمر قال عمر بعد أن رأى الناس تصلي صلاة التراويح بحسب ما ابتدعه هو وشرعه من عند نفسه قال عمر نعمل بدعة هذه إذن أقرأ عليكم من البخاري هذا هو البخاري وهذا كلام أمير المؤمن والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمع في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة هذه بدعة عمر فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر فهل سنة عمر هي سنة رسول الله إنها سنة عمر ولهذا رفض أمير المؤمنين أن يعمل بسنة أبي بكر وعمر لأن سنتهما لا علاقة لها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله علي سنته سنة رسول الله فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي يا أهل الإسلام غيرت سنة عمار ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعان ولقد ولقد خفت أن يثور في ناحية جانب عسكري ثم يقول أمير المؤمنين ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة تفرقوا عني ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار يتحدث عن الخلفاء الذين سبقوا يصفهم بأنهم أئمة الضلالة وبأنهم الدعاة إلى النار ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار إلى آخر ما تكلم به الخطبة مفصلة مفصلة أنتم حالكم حال هؤلاء وسنة عمراء وسنة سيستانياء يجب عليكم أن تبينوا الحقائق للناس القضية ليست منحصرة في دية القتل الخطأ الكلام طويل الكلام طويل والبداية من العقائد البداية من العقيدة العقيدة التي يعلمها السيستاني للشيعة عقيدة ضلال وأنتم تساندونه في ذلك عودوا إلى برامجي وتأكدوا من هذه الحقائق بأنفسكم إنني لا أحدثكم من فراخ وليس عندي من مشكلة شخصية مع السيستاني أو غيره وهذه المشكلة ليست خاصة بالسيستاني هذه مشكلة جميع المراجع المراجع الآخرون في نفس مستوى الجهل السيستاني لو كانوا يعرفون دين العترة الطاهرة لبينوا هذا الأمر للناس ماذا سيصنع لهم السيستاني هل يقوم بإعدامهم إنه لا يستطيع أن يفعل هذا لو كان قادرا ربما فعل هذا وفعل أكثر من هذا لكنه لا يستطيع أن يفعل هذا إذن أين مراجع الدين أين العلماء مدينة النجف مدينة العلماء مدينة اللواط والفرخجية المدينة الأولى في اللواط والفرخجية في العراق هي مدينة النجف هذا أمر يعرفه العراقيون هذا أمر تعرفه الشيعة لكن لا أحد يتحدث عن هذا أنا لا أبالي بأحد ولذا أتكلم بصراعة مدينة اللواط الأولى في العراق مدينة النجف هذا أمر هذا أمر تعرفه الشيعة وحتى العراقيون من السنة والأكراد يعرفون هذه الحقيقة مدينة العلماء أين هم العلماء لماذا لم يتكلموا لماذا في كل يوم هناك باطل ينشره السيستاني أو ينشره مرجع آخر لماذا لا يتكلمون لأنهم جهال جهال لأنهم يصدرون الفتاوى وفقا للمنهج نفسه للمنهج الطوسي القذر هذه هي الحقيقة من الآخر فهذا هو حالكم الحال الذي تتحدث كلمات أمير المؤمنين عنه ويتحدث عن زمانه الأيام هي الأيام والناس هم الناس نذهب إلى فاصل لا يضحكون عليكم ويقولون لكم المرجع هو أعلام وهو أعراف هذه مسخرة الإمام المعصوم هو الأعلم وهو الأعراف المرجع بهذا يثبت أنه هو الأجهل وهو الأثوال وهو الأغبى فلا يضحكون عليكم أنتم يا عوام يا عوام الشيعة ويقولون لكم من أن المرجع هو الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي له مواصفات حددها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأها عليكم إمامنا الصادق يقول أنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثامنة والثمانين من رواية طويلة هي الرواية العاشرة في الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث بسنده بسند الكليني عن عمر بن حنظل الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها عمر بن حنظل يسأل الإمام الصادق بالنسبة للشيعة إذا ما وقع اختلاف فيما بينه في أمر مالي مثلا في شأن من شؤون حياتهم الإمام يقول له لحل مشكلتهم ينظران الشخصان المختلفان ينظران إلى من كان منكم من كان منكم من شيعة العترة الطاهرة ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا هذا لا ينطفق على أسستاني هو لم يعرف أحكامهم ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا متى سمعتم السستانية يروي الحديث لكم متى وسلوا الحوزويين أيضا متى سمعوا السستانية يروي الحديث لهم وليس أسستاني فقط الحديث عن سائر المراجع متى سمعوا المراجع يروون الحديث لهم متى ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا روى روى ينقل الحديث بلسانه هو راوية هذا الوصف لا ينطبق على أي معم في النجف وكربلا على الإطلاق ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكم هذا هو الحاكم الشرعي من قبل أئمتنا هذه الأوصاف لا تنطبق على السستاني لو كان راوية للحديث ولو كان ناظرا في حلالهم وحرامهم بحسب ما هم يريدون لعرف حكم الدية من فقههم فالسستاني ما هو بحاكم شرعي هذه الأوصاف لا تنطبق عليه فلا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن المرجع حاكم شرعي وهو أعرف وهو أعرف أعرف بأي شيء إذا كان جاهلا بدين العترة وأحاديث العترة أعرف بأي شيء وهل يأتينا بفتاوى تخالف دين العترة الطاهرة ويصبح أعرف ما هذا الضراط هذا ضراط بتمام معنى الكلمة الإمام الصادق هكذا يقول ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما بهذه المواصفات فإني قد جعلته عليكم حاكمة الصفة الأولى قد روى حديثنا هو راوية حديث الجميع يعرفون هذا عنه لا أنه يفرض نفسه بأنه راوية حديث أو أن أتباعه يفرضون للناس بأن هذا راوية حديث وإنما يفرض نفسه على الجميع بأنه راوية حديث الواقع يخبر عن هذا هذا هو راوية الحديث عدوه وصديقه يعرف عنه بأنه راوية حديث لن يدعي كذبا أو يدعى له ذلك هذا ما هو براوية حديث هذه الصفة الأولى لا بد أن تكون هذه الصفة واضحة معروفة للجميع فهذه القضية لا تحتاج إلى بحث كثير إنه يتحدث دائما بحديثهم هذا هو راوية الحديث وهذا شيء يستطيع الجميع أن يشقص إنه يحدث الشيعة بحديثهم هذا هو راوية الحديث ويحدث بمختلف أحاديثهم بمختلف أحاديثهم حينما يقول الإمام قد روى حديثنا ما قال قد روى حديثنا في أحكام الصلاة والصوم قد روى حديثنا في كل الموضوعات ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا نظر في الروايات والأحاديث التي ترتبط بالفتاوى والأحكام نظر فيها بحسب ما هم يريدون هذا تعبير تعبير دقيق ونظر في حلالنا وحرامنا بحسب ما حللنا وبحسب ما حرمنا بحسب قواعدهم لا بحسب قواعد الشافعي مثل ما يعمل مراجع النجفي وكربلاء وفقا لعلم أصول الفقه علم أصول الفقه هذه قواعد الشوافع وقواعد الأحناف وقواعد المعتزلة ممن قد روى حديثنا في مختلف الأبواب وليس في باب الأحكام فقط ونظر في حلالنا وحرامنا لأن فهمه لأحاديث الحلال والحرام تتوقف على معرفته بشائر أبواب المعارف الأخرى إنها منظومة واحدة متناسقة ومتسقة وهذا هو منطق العترة الطاهرة ولذا ماذا قالوا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا ليس في باب الحلال والحرام أو ليس في باب علامات الظهور وإنما في كل الأبواب اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها والمراد من الفقيه ليس هو الذي يفتي في الحلال والحرام هذا فقه أدنى المراد من الفقيه هو الذي يفتي في القرآن هو الذي يقدم حقائق القرآن بحسب دين العترة الطاهرة هو الذي يقدم حقائق المعارف الإلهية بحسب دين العترة الطاهرة هو الذي يقدم أسرار الثقافة والعقيدة بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم وبحسب أحاديثهم المفهمة وفقا لقواعد تفهيمهم هذا هو الفقيه وجزء من الفقه الفتية الفتية بأمور الحلال والحرام ولكن وفقا لقواعدهم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فإنا لا نعد الفقيهة منهم فقيها من رواة الحديث في مختلف الأبواب حتى يكون محدثا فقيل أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال يكون مفهما والمفهم محدث ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا على أرض الواقع السيستاني لا هو براوية الحديث ولا هو بناظر في حلالهم وحرامهم بحسب ما هم يريدون وإنما هو ناظر في حلالهم وحرامهم بحسب علم أصول الفقه الشافعي المعتزلي والدليل أنه لا يعرف أحكامهم وهذه أحكامهم وهذه الفتاوى والقضية لا تنحصر بهذه المسألة إنني في مقام الإجابة على سؤال بخصوص هذه المسألة وإلا إذا أردت أن أتناول سائر المسائل الأخرى فإن الأمر سيطول وقد عرضت نماذج عديدة من الفتاوى السيستانية التي تتناقض وتتنافر مع دين العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة وهذا الأمر ليس خاصا به المشكلة ليست في شخصه المشكلة في المنهج الذي هو عليه إذا مات هو وجاء من بعده المرجع القادم أكان من أولاده أم كان من الآخرين أم كان من خارج النجاف ولكنه على المنهج نفسه المشكلة هي المشكلة لا يتغير شيء هذه هي الحقيقة من الآخر فهؤلاء ما هم بحكام شرعيين أوصاف الحكام الشرعيين لا تنطبق عليهم مطلقا هذا هو الحاكم الشرعي الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا الإمام يوجه أمره لشيعة فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكم فإذا ما حكم لابد أن يحكم بحكم العترة الطاهرة لا بحكم من عنده فإذا حكم بحكم الإمام هكذا يقول فإذا حكم بحكم فلم يقبله من الشيعي فإنما استخف بحكم الله لأنه حكم بحكم أهل البيت وليس بحكمه هذا حكم السيستاني وما هو بحكم أهل البيت عليكم أن تستخف به أن لا تعمل به فإذا حكم بحكم فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على أهل البيت الراد على الله وهو على حد الشرك بالله كذابون مراجع النجاث يعلمون الشيعة من أن الراد على الفقيه راد على الله تعالى في أي كتاب هذه الرواية يا أيها المراجع النجفيون الكربلائيون القميون الكذابون في أي كتاب هذه الرواية أخرجوها لنا أخرجوها لنا يا كذابون هكذا يعلمون الشيعة من أن الراد على الفقيه هو راد على الله تعالى الأئمة هكذا يقولون من أن الراد علينا هو راد على الله لا توجد رواية بهذا الذي يضحكون به عليكم يا أيها المضحكة يا أيها المسقرة يا أيها الذين تقولون نحن شيعة يا أيها الشنيعة ما أنتم بشيعة أنتم شنيعة على آل محمد تدبروا في كلمات أئمتكم هذا كلام إمامنا الصادق ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا وليس بحكمه فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من ما ذكرته لكم من أن الدية تصل إلى أربعمائة مليون دينار عراقي هذا حكمهم ما هو حكمه حينما تستخفون بهذا الحكم أنتم تستخفون بحكم العترة الطاهرة لكنكم تقدسون حكم السيستاني الذي يجب عليكم أن تستخفوا به لأنه لا علاقة له بدين العترة الطاهرة فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد هذا رد عليهم والراد علينا الراد على العترة الراد على الله وهو على حد الشرك بالله فلا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الراد على المرجع راد على الله إذا كان المرجع جاهلا لا يفقه دين العترة كيف يكون الرد عليه ردا على الله الرد على العترة الطاهرة رد على الله وحينما يكون الرد على الحاكم الشرعي المنصب من قبلهم بحسب هذه الأوصاف بشرط أن يكون ذلك الحاكم الشرعي حاكما حقيقيا وأنه يحكم بحكمهم إذا رد على حكمه لأنه حكم العترة الطاهرة رد على الله لا لأنهم رد على الحاكم الشرعي لأنهم رد على العترة الطاهرة تلاحظون الدقة في كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه فإذا حكم بحكمنا هذا الحاكم الذي نصبه الإمام الصادق فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من الشيعي فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد على العترة وليس على الفقي الفقي لا يساوي نعالا ممزقا هنا الكلام عن الأئمة هنا ما قيمة الفقي ما قيمة المرجع النعال فإني قد جعلته عليكم حاكمة فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله هذه حقائق دين العترة تقبلونها أم ترفعون أصواتكم واسستانيا يا أيها المسخرة مسخرة أنتم أتحفوهم أتحفوهم أتحفوا المسخرة بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبا إلي قال توصل و اطمئنن تركبهم يعني بش إشي عمر تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتحفو خمسة تركب يعني خلاقا أغميشني كما كنتم خلاقا أغميشني كتبقوا لأ فكار حرفة فقش ديخ عربي فقش و نص عبارة كنا على ثقوة كلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسما عربي قال تركب مثل ما تركب نار و غير ديخ و ما شئ لا مو علمي بجمال هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا الواقع الشيعة من المصدر نفسه كي يكون ختاما لهذه الحلقة في الصفحة السادسة والخمسين إنه الحديث الخامس من الباب الذي عنوانه باب فقد العلماء بسنده بسند الكليني عن داود بن فرقت قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن أبي يشير إلى إمامنا الباقر إن أبي كان يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعدما يهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفات فيضلون ويضلون ولا خير في شيء ليس له أصل هذا المنطق في هذا الحديث الشريف أعيد قراءته عليكم دقق النظر فيه الإمام الصادق يحدثنا عن الإمام الباقري صلوات الله عليهما بأنه كان يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعدما يهبطه بعدما تتوفر أسباب انتشار العلم فإن الله سبحانه وتعالى لا يمنع تلك الأسباب ولكنه يموت العالم يموت العالم الذي كان على علم حقيقي ولكن الناس منتفعت من علمه أو أنها منعته من نشر علمه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفات من مراد من الجفات سيبين لنا إمامنا الحجة معنى الجفات فتليهم الجفات فيضلون هؤلاء الجفات يضلون ويضلون ويضلون الشيعة ولا خير في شيء ليس له أصل أصل العلم نأخذه من أصل الدين وأصل الدين هو الإمام المعصوم الذين يأخذون علمهم من سقيفة بني ساعد فهؤلاء ليس لهم أصل ولا خير في شيء ليس له أصل لأن أصل الدين رجل كما يقول إمامنا الصادق وهو إمام عصره وهو إمام عصره هذا هو أصل الدين مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي يا علي أنت أصل الدين أنت أصل الدين وبعد ذلك قال له وأنا أشهد لك بذلك من هم هؤلاء الجفات الذين يضلون الناس بالضبط بالضبط ما قاله إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم يخاطب مراجع الشيعة عبر المفيد ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم جنح مال هذا هو الجفاء هذا هو الجفاء مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة هذه عملية مجافات مع منهج السلف الصالح ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة عنه بعيدا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه المجافات مجافات مع العهد مع عهد الولاية والإمامة ونبذوا العهد المأخوذ منهم نبذوه ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون مذ جنح كثير منكم إلى أين حالة مجافات مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة إلى الجهة البعيدة عن دين العترة الطاهرة بالضبط المذهب الطوسي اللعين حوزة النجف اللعين التي أسست وفقا لهذا المذهب اللعين وهذه نتائجها هذه نتائجها بين أيديكم إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعدما يهبطه ولكن يموت العالم وهذا العالم جزء من الأسباب التي هيأها الله إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعدما يهبطه ولكن يموت العالم ولم ينتفع الناس من علمه أو أنهم منعوه 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 أن ينشر علمه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفات الذين هم في حالة مجافات مع منهج السلف الصالح وفي حالة مجافات مع بيعة الغدير ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا تطبيق حقيقي وواقعي على الأرض يقوم به مراجع النجف وكربلا بنحو عملي قولي فعلي عقائدي فتوائي يوميا مع كل نفس من أنفاسهم مع كل فعل من أفعالهم مع كل فتوى من فتاواهم ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفات فيضلون ويضلون ولا خير في شيء ليس له آصل الأصل محمد وآل محمد الأصل إمام زماننا الأصل في ديننا من الجهة العلمية قرآن محمد وآل محمد بحسب تفسيرهم وحديثهم بحسب قواعد تفهيمهم هذه هي الحقائق الواضحة والصارخة في كل حرف من حروف قرآنهم المفسر بتفسيرهم وهي هي نفسها الحقائق الواضحة والصارخة في كل حروف كلماتهم في مجمل أحاديثهم وخطبهم ورواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم الشريفة نذهب إلى فاصل الخلاصة الدية الشرعية بحسب تين العترة الطاهرة للقتل الخطأي في الأشهر غير الحرم قيمة ألف دينار ذهبي أو قيمة مئة بعير كبير أو قيمة مئتي بقرة بقرة كبيرة أو قيمة ألف رأس من الغنم من الخراف وقيمة هذه الأشياء في زماننا وبحسب سؤال السائل العراقي في البيئة العراقية متقاربة تقريبا فإن القيمة بحدود أربع مئة مليون دينار عراقي أما إذا كانت الحادثة قد وقعت في الأشهر الحرم فإن القيمة تكون بحدود خمسمية وثلاثين مليون دينار عراقي هذا الأمر يمكن أن يزداد أن يزداد شيئا قليلا ويمكن أن ينقص شيئا قليلا بحسب السوق فليس هناك من تحديد مقدار ثابت للدية الشرعية بالدينار العراقي وإنما القيمة قيمة الذهب الإبلي الأبقار والأغنام أما الفضة فهي خارجة من بورصة الدية وكذلك الحلل الحلل اليماني فتوى السستاني فتوى باطلة ولا يجوز العمل بها بأي وجه من الوجوه ولا يجوز لرجال الدين أن يبلغوا بها وأن يعلموها الناس لأنها تتناقض وتتعارض مع دين العترة الطاهرة سيستمرون على ضلاله وسيبلغ المبلغون لكن عليكم أن تعرفوا من أن الحقيقة هي هذه وبنفس الأسلوب هذا سيقفون في وجه إمام زماننا وسيحاربونه الأمر راجع إليكم خافوا على دينكم وخافوا على عواقبكم القضية ما هي بقضية مزاح ولا تعصب لهذا الشخص أو ذاك نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وفي أسئلة جديدة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء